أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مشاهدي الكرام نلتقي اليوم مع موعظة جديدة بعنوان وقفات مع سورة الأعلى انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجاله ساء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلى آخر الصورة يأمرنا الله عز وجل بتسبيحه في هذه الآية الكريمة وتعظيمه بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته وأن يكون تسميحا يليق بعظمة الله تعالى بأن تذكر أسماؤه الحسن العالية عن كل اسم بمعناه الحسن العظيم وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها وأتقن صورتها وأتقن خلقها والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته وتذكر فيه نعمه الدنيوية وتذكر فيه نعمه الدنيوية ولهذا قال فيها والذي أخرج المرأة أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النباتات والعشب الكثير فارتع فيها الناس والبهائم كل حيوان ثم بعد أن يستكمل ما قدر له من الشباب ألوان باته قال فجعله غثاء نحوه أي أسود جعله حشيما رميما ويذكر فيه نعمه الدنيوية قال تعالى سنقرئك فلا تنسى أي سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا وهذه بشارة كبيرة من الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسياكه لمصلحة بالغة إنه يعلم الجهر وما يخفى ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي فلذلك يشرعه ما أراد ويحكم بما يريد ونسرك اليسرى وهذه أيضا بشارة كبيرة أن الله يسر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسرع في جميع أموره ويجعل شرعه ودينه يسرا ثم قال تعالى فذكر بشرع الله وآياته إن فأتي الذكرى أي ماذا متى الذكرى تنفع العباد وهذه المنفعة هي قسمان وهذه التذكير هي قسمان منها ما ينتفع بها العباد ومنها ما لا ينتفع به العباد فأما المنتفعون بهذا التذكير فقال سبحانه وتعالى سيذكر من يخشاه الله تعالى فإن حشية الله تعالى وعلمه بأنه سيجازيهم عن أعمالهم وأما غير المنتفعين فذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله ويتجنبها نشقى الذي يصلى النار الكبرى وهي النار الموقدة التي تطلع على الفئدة ثم لا يموت فيها ولا يحيى أي يعذب فيها عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابهم ثم قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى عفاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوي الأخلاق وذكر اسم ربه فصل الله أي اتصف بذكر الله وانصبغ به قلبه فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان فهذا معنى الآية الكريمة وأما من فسر قوله سبحانه وتعالى تزكى بمعنى أخرج الزكاة الفطر وذكر اسم ربه بمعنى أنه صلى صلاة العيد فهو معنا صحيح أيضا لهذه الآية ثم قال سبحانه وتعالى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أي تقدمونها على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص والمقدر الجزائل على الآخرة ثم قال تعالى والآخرة خير وأبقى والآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء والدنيا دار فناء فالمؤمن العاقل لا يختار والأرداء للأجود ولا يميع لذة ساعة بترحيتنا للأبد فالآخرة هي دار البقاء وهي الدار التي نعيش فيها طول الأبد إن هذا المذكور لكم في هذه الصورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الذين هما أشرف المرسلين سوى النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإحوة الأحبة في الله إن هذه الصورة القريمة ألا وهي صورة الأعلى قد اشتملت على تسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى وأن هذا التسبيح وهذا التحميد كله قدره الله عز وجل لعباده ورزقهم على حسن طاعته سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم اليسرى في هذه الحياة الدنيا وذكرهم بأنه ينبغي لهم الانتفاع بالذكر الله سبحانه وتعالى وبالرجوء إليه سبحانه وتعالى وبأنه سبحانه وتعالى هو المالك الرازق الغني وأنه هو المحي المميت وأنه سبحانه وتعالى هو المالك للكون كله وأنه ينبغي وأنه ينبغي عبادته وتوحيده وتنزيهه عن النقائس كلها فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسبحون الله سبحانه وتعالى وممن ينزهون أسماءه وصفاته وأن كل النقائس ونسأل الله عز وجل أن ننتفع بالذكرى وأن ننتفع بكل موعظة فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وليسينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين